السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أحبتي الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامة اخترت لكم مجموعة من القصص اللي لعله وعسى يكون فيها عبرة لمن يعتبر قصص جرائم غريبة جدا حصلت في سوريا متابعة ممتعة أتمنىها لكم ولا تنسونا من اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة بارك الله فيكم القصة لشخص ينقله باسل باسل هذا في منتصف العشرينيات خمسة وعشرين ستة وعشرين سنة هذا باسل متزوج ويشتغل في المسروقات سرقة الدراجات النارية السيارات أي شيء يعني متاع للسرقة يشتغل فيه وأيضا يشتغل في شراء وبيع المسروقات هذه يعني مثلا دراجة نارية مسرقة يشتريها لأنه يكون سعرها رخيص أرخص من الدراجات العادية اللي هي يعني يشتريها من أصحابها السيارات كذلك الأمر نفس الشيء وهذا باسل قبل ما يشتغل في هذا العمل شنو كان يشتغل؟ كان يشتغل فيه الزراعة في الأعمال العادية يعني ما فيه بإيده صنعة ولكن انحرف إلى هذا المجال اللي هو السرقة والسلب والنهب والقصص هذه فيعني كان أيضا يعني يشتري مثل ما تعرفون البضاعة المسروقة دائما أسعارها تكون أرخص من يعني أسعار البضاعة هي لما تشتريها أنت من محلات أو لما تشتري البضاعة هذه من الأشخاص عاديين من أصحابها يعني لما واحد عنده دراجة نارية مثلا ودي بيعها بعشرين ألف لما تكون مسروقة تنباع بخمس ستة لاف أو عشر تلاف يعني بنص السعر ليش؟ لأنهم كانوا يفكون الدراجة النارية هذه أو السيارة ويبوعونها قطع ما يبوعونها مثل ما هي إلا في بعض الأحيان إذا يصيرهم زبون يعني في منطقة بعيدة ممكن أن يشتري هاي الدراجة مثل ما هي أو السيارة وكان يعني فيه كثير ناس تشتري هاي البضاعة للرخص سعرها واستمر باسل في هذا العمل ومع مرور الأيام تزوج زوجة ثانية من قرية ثانية وسكنها يعني كل واحدة مسكنها في قرية ويتردد على هذه وعلى هذه وهذا باسل عنده ابن عم اسمه محمد محمد هذا ما أخذ أخت باسل أولاد عم ومتصاهرين هذا محمد يشتغل حارس مزرعة في أحد المزارع في ريف دمشق حارس مزرعة يعني صاحب هاي المزرعة حاطوا يشرف على العمال لأنه صاحب المزرعة يجيب عمال يشتغلون في هاي المزرعة لزراعة بعض المزرعات الشتوية وهاي القصة حصلت فيه يعني الوقت كان وقتها شتاء فيزرعون الخس ويزرعون الملفوف ويزرعون الزهرة والبصال يعني هذه المنتوجات أو الخضروات اللي تنزرع في الشتوية وكان هذا محمد مقيم في نفس المزرعة هذه والمزرعة فيها شبه فيلا يعني بيت كبير ولكن صاحب المزرعة ما هو ساكن فيه الحارس بس هذا ساكن فيه ويشرف على العمال وعلى هاي الأمور والسقاية والقصص هذه اللي الأعمال اللي تحتاجها المزرعة وكان يعني قايم ونايم فيها هو وزوجته وأبنائه باسل هذا هذا كمان عنده خال الخال هذا يعني في بداية الخمسينيات أيضا الخال له يعني بعض العلاقات مع باسل في تصريف بعض المسروقات أو شراء وبيع هذه المسروقات وأيضا في أخ الباسل اسمه حسن هذا حسن أيضا شريك معهم في هاي الأمور ولكن كان الراسل المدبر أو مثل ما نقول المعلم هو باسل ولكن حصل بيناتهم مع مرور الوقت حصل خلاف على الأسعار اللي يشتري فيها باسل هاي المسروقات أو لما يشتركون فيه عملية كان لأنه هو المعلم وهو اللي يصرف هاي البضاعة يعني فحصلت خلافات بيناتهم على تقاسم هذه الأموال وعلى الأسعار وبالإضافة إلى خلافات عائلية بين هذول الأشخاص بين باسل وأخوه وأبن عمه وأخاله وتروح الأيام وتجي الأيام وكل ما حالها الخلافات تتعمد وللعلم باسل ما هو ساكن معهم في نفس المنطقة ولكن باسل كان يتردد على ابن أمه ومحمد في المزرعة بسبت أنه يعني هو صهره ويجي يزور أخته ويكون أحيانا في بعض البضاعة اللي يشتريها باسل من محمد وبسبب الخلافات هذه اللي حصلت بين الخال والأخ وابن العم صار باسل يهددهم بسرقة ممتلكاتهم أو دراجاتهم النارية أو أي شيء يملكونه وفعلا نفذ بعض التهديدات هذه وسرقوا لهم بعض البضاعة اللي يمتلكونها من دراجة نارية من غطاسة مية من يعني أي شيء يقدر يطوله سرقه سرقوا وهم مغتاضين من هذا الأمر جدا وحاولوا أنهم يتفاهمون مع باسل أنه يعني يعني بطل هالشغلات هذه ويعني أنا خالك وأنا أخوك وأنا أبن عمك وكذا فباسل ما كان يرد على هاي الأمور أبدا وكان مستمر في شغله وفي يوم من الأيام يعني حتى يعني أقارب هذا باسل والأهل صاروا يعني هما بالشارع يسمعون من الناس أنه والله عائلة حرامية وعائلة سراقين ونصب وكذا فالأمر جدا معيب يعني في المجتمع وخصوصا السرقة يعني السرقة لما يكون يعني أخوك مشهور بسرقة وتسمع من الناس يعني السرقة هي يعني شيء معيب جدا المهم قرروا أنهم في يوم من الأيام يتخلصون من باسل واتصلوا على باسل وقالوا له يا باسل إحنا ودنا نتفاهم إحنا وياك يا أخي نحل بعض المشاكل العائلية ونتفاهم على أمور المسروقات هذه أنت يعني ظل تهديد وأسرقكم وأسوي لكم وكذا واللقاء كان على أساس أنه في أحد المناطق المطلة أو المشرفة على نهر بردة وكانوا مخططين أنه إذا جه باسل ودنا نتخلص منه ونرميه فيه النهر ويا دار ما دخلت شر ولكن لما اتصلوا على باسل باسل نكر وعرف أنه قلبه حسه أنه فيه شيء مطبيعي وما في اللي يروح هذاك اليوم ما في اللي يروح لهذا اللقاء واعتذر وقال أنا عندي شغل وأنا بعيد وأنا كذا وجهوا شتاء ومطر وما أقدر أجيل وما جه هنا فشلت الخطة الأولى وطبعا هم عرفوا أنه الخطة فشلت وأنه باسل حس عليهم أنهم ودهم يسولوا شيء قاموا وخلوا الشغلة اتنام يعني فترة 15-20 يوم 25 يوم على أساس أنه يعني أنه هم ما هم نويلوا شر أو شيء من هذا القبيل وبيوم من الأيام يتصل محمد على باسل محمد اللي هو ابن عم باسل قالوا يا باسل عندي دراجة نارية شيء عجيب وغريب هاي الدراجة مسروقة وموجودة عندي في المزرعة وسعرها جدا مناسب وأنا والله ما ودي أبيع هلحدة ثاني أنت أحقبها من غيرها قالوا لازم أنك تجيني بهاليومين يعني لأنه أنا محتاج فلوس ومحتاج أني أبيعها يعني إيه ما تتحب تجي فقال له باسل اليوم أنا والله مشغول وما أقدر أجي بكرة مساء إن شاء الله أجيك فقام محمد افتعل مشكلة مع أخت باسل اللي هي زوجته افتعل مشكلة معها يعني يعني من شيء فارغ وحصلت مشكلة وتزعل هو إياها وبحيث أنها تغادر المنزل هي وأبنائها مشان تروع على أهلها وفعلا بعد ما افتعل المشكلة زعلت منه ومرته وشارت حالها وراحت على أهلها أهلها يعني مهمه بعاد شثير في نفس المنطقة راحت على أهلها وظل محمد الحال في المزرعة هذا الكلام بالليل مساء يعني أصبح الصبح وثاني يوم يعني مر النهار وبطوله ومحمد قاعد ينتظر باسل والدراجة النارية موجودة عنده وبالفعل عند المساء جاء باسل السلام عليكم كيف الحال الأخبار وين الدراجة وين كذا فرجاء عليها هاي الدراجة وبالفعل الدراجة موجودة وتفقوا على السعر والأمور تمام تمام فتاند يروح باسل قالوا لا مزالك جيت يعني تشرب لك كاس الشاي والجو بارد مثل من تشايف فوت تدفع شوية على هالصوبية وبعدين تروح بهالوقت هذا تقريبا يعني غابت الشمس وعتمت العين فقال له باسل وين أختي وين الولاد وين كذا قال له والله اختلفت عنه وياها شوي وراحت لعن بيت أهلك بكرة راضيها وتخبر أنت المشاكل هذه من تغشيم عنها يعني أختك كل فترة تشاكل عنه وياها أمور بسيطة قام محمد اتصل على الخال وعلى أخه باسل اتصل عليهم وقالوا لهم الرجال موجود عندي في المزرعة تعالوا وبالفعل يجي الخال ويجي الأخ دقوا الباب السلام عليكم أهلا وسهلا ولا باسل موجود طبعا هم وما في بيناتهم يعني مثل ما تقولون مشكلة عويصة أو أنهم حرب يعني متخاصمين يعني ولكن الحساسيات هذه من تحت لتحت وهم ناوين عليه يعني صراحة بدون ما يعلم هو لما فات وقعد وكذا وحوالي صوبة الحطب مشغلين هالصوبية والدنيا شتوية وجو برد فقالوا له يا باسل أنت يعني لو ما تودك تظل هيك يعني تبتزنا وتهددنا بالسرقات وكذا يعني خلص يعني ينهين هالأمر يعني أنت بعدين يعني أهلك وأخوانك وأمك يعني صاروا يستحون يقعدون بين الناس يعني لو ما تودك تظل ونازع سمعة هالأهل قالهم أنت وما لكم علاقة عندي وأنا حر وأنا كذا وأنا مدري إيش بهاللحظات هذي يقوم الخال يزد حاله على باسل ويمسك من رقبته صار باسل يصيح يا خال إيش بك ليش شو فيه شو صير يا عمي صار يدافع عن نفسه وباسل كان جسمه يعني نوعا ما قوي يعني بنته جسدية قوية اتعارك هو والخال وحاول أنه يعني يبعد الخال عنه فباللحظات هذه كمان هجم ابن العم اللي هو محمد وأخوه أخوه الباسل هجموا عليه ابن العم قعد على الرجلين باسل ثبتهم والأخ ثبت إيدين باسل والخال أطبق على أرقبت باسل وظل خانقه إلى حد ما فارق الحياة وأقعدوا لهم شوي هنا لأنهم تعبوا من المعركة هذه وقعدوا يدفون ويشربون السواكير والشاي وقالوا شنو الحل شنو بدنا نسوي بهذه الجثة الآن ويندنا نروح فيها شنو بدنا نسوي فكان الراي أنهم يحفرون قبر في المزرعة ويدفنون باسل في المزرعة وفعلا قاموا بهالليل كل منشمر عن زنوده والمزرعة فيها أدوات الحفر بما أنه يعني فيها كل يوم تيجي عمال ويشتغلون بالحفر والزراعة والأمر هذا فالمعدات موجودة قاموا بهالليل وصاروا يحفرون القبر وظلوا يحفرون حفروا قبر نظامي يعني حوالي مترين بهالبرد وقاموا ولفوا باسل ببطانية حرام وحطوا حذاءه معاه داخل هذا الحرام ما خلوله أثر ونزلوا باسل في القبر هذا ودفنوه مثل ما يدفنون أي يعني قبر نظامي جورة عمقها مترين ادفنوه ورجعوا وقعدوا بهالبيت هنا صار الوقت تقريبا منتصف الليل ما بين يعني على بين ما قتلوه وعلى بين ما خططوا وعلى بين ما قاموا وحفروا ودفنوا صار الوقت بعد بعد منتصف الليل فشنو الخطة كمان بكرة في عمال ودها تجي أو بعد بكرة يعني ود يجي صاحب المزرعة أو ودهم يشوفون أنه المكان هذا يعني محفور التراب هذا يعني شنو حافرين شنو مسوين وظلوا وظلوا سهرانين لحتى طلعت الشمس وهم وقاعدين على هالصوبية وطبعا شالوا إثباتات باسل وجواله وحطوها احرقوها في صوبية الحطب عندهم صوبية حطب مركبين في المزرعة ويدفون عليها احرقوا هاي الإثباتات في النار ولما أصبح الصباح قام أخو باسل اركب دراجته النارية وراح على أحد المشاتل القريبة وجاب شتل خس وقام وحفروا وساووا خطوط مثل الفلاحة يعني وظبطوا المنطقة هذه اللي حفروا فيها الحفرة وازرعوا شتل الخس هذا وزقوه مي وظبط او الوضع بشان إذا جه صاحب المزرعة ما ينتبه على اختلاف التربة ولون التربة وشنو حافرين وشنو مسوين في هاي المنطقة وقام الاخ بعد ما زرعوا الشتل هاذ وزبطوا الامور راح على بيت اهله مشان يجيب مرت محمد اللي هي اخته فعلا لما وصل بيت اهله لقى اخته وقاعدين هما والاهل قاعدين يفترون قالها والله انا كنت عند محمد ومحمد ندمان على المشكلة اللي صارت بياناتكم وهو كان معصب وانتي طولي بالك عليه وهو مقصد واني زعلش وكذا ولكن انتي لا تحملين ها زيادة عن لزوم وهو ندمان وخلص يعني انا جاي ااخذتش مشان اتروحين لعنده وولادكم وكذا يعني خلاص انهين هالموضوع يعني وفعلا قام اخذ اخته وولادها على المزرعة لعند زوجها محمد ووصلهم على المزرعة وقالهم خلاص يا عمي قاعد سولنا مشاكل وخلاص اوركب دراجته وفل والخال كان مغادر المنطقة وكل من راح في حال سبيله زوجة باسل الثانية بالعادة يغيب عنها باسل يوم اثنين ثلاث اربع تيام يعني بعمره ما غاب عنها خمسة ايام تتصل على باسل باسل جواله مغلق ما حدا يجاوب اول يوم وثاني يوم تتصل ثالث يوم تتصل الرابع تتصل الخامس السادس مر عشر تيام على غياب باسل وجواله مغلق ولا فيه اي خبر عنه خلال الفترة هذه يعني بعد ما مر اربع خمسة تيام على غياب باسل اتصلت زوجته على محمد ابن عمو هي تعرف انه فيه علاقة بيناتهم وتعرف انه يتردد عليه بين الفترة والثانية ومرة من المرات جايبها باسل وزايرين هاي المزرع اللي فيها محمد ويعني ما تعرف الموقع بشكل مزوط يعني جاي عليها مرة وحدة ولما كانت تتصل عليه مرة يقولها شفته مرة يقولها والله يمكن عند مرته القديمة مرة يقولها ما شفته فصار في عندها شك يعني لما تتصل على محمد كل مرة يقولها شكل ماه ثابت على كلام واحد بعد ما مر عشر ايام انشغل بالها الزوج وراحت بلغت مركز الشرطة انه يا عمي انا عندي زوجي صار له عشر ايام مختفي وما في بالعادة وانا صراحة شاكة بابن عمو وين ابن عمو ابن عمو ساكن والله بمزرعة في المنطقة الفلانية واتصلت عليها اكثر من مرة كان كل مرة يقول لي شكل وانا صراحة شاكة انه خاف انهم امدبريلوا شيء وهي كانت على علم ببعض الخلافات بيناتهم والخلافات العائلية هذه بين حسن واهله وخاله وبن عمو مباشرة رجال الامن حضروا وجابوا معهم زوجته لانهم لانا ما تعرف المزرعة بشكل يعني دقيق فقالت لهم ممكن انه انا اذا رحنا على المنطقة ومرين من قدام هاي المزرعة ممكن اني يعرفها وفعلا جابوا معهم زوجته وبعد ما مروا على اكثر من المزرعة استدلت على المزرعة بمجرد وصول رجال الامن الى المزرعة ودقوا الباب طلع محمد لما شاف رجال الامن اه تلبك وحسوا عليه انه خايف ومتلبك وليش خايف وليش كذا قال الله ماني خايف وين باسل قالهم الله ها باسل ما شفته ما شفته اجاني ما اجاني بدأت عليه علامات الارتباك ظاهرة جدا بعد التحقيق مع محمد والضغط عليه اعترف بالجريمة اللي سواها هو واخو باسل وخال باسل وين باسل وين دفنتو وين حطيتو جابهم على المكان اللي مزروع فيه خس والخس كبران ما شاء الله وصار يعني في العشرة يام الدنيا شتوية يكبر هذا الخس وفعلا تم نبش القبر هذا وتم استخراج الجثة ورفعها الى الطب الشرعي والتشريح وتبين انه سبب الوفاة هو الخنق وتم القبض على اخو باسل في اليوم الثاني والخال ما زال فار ما قدروا ما قدروا يلقون القبض عليه وتم تقديمهم للمحاكمة ابو مصطفى انسان بسيط من عائلة بسيطة رجل خلوق متزوج من ابو مصطفى من حوالي تقريبا 22-23 سنة ويسكن في احد احياء العاصم السوري دمشق وهذا ابو مصطفى يعني من عائلة نقدر نقول انها يعني متوسطة ماديا يعني كافي عياله وكافي حاله ويشتغل ولقمته بالحلال وباقي عائلته اخوانه وكذا القسم الاكبر منهم خارج سوريا بسبب الحرب القائمة في سوريا اطلعوا قبل عدة سنوات وهذا ابو مصطفى عنده ابنه مصطفى تشبير عمره 18 سنة وعنده غير مصطفى بنات اثنين واولاد اثنين يعني بالترتيب يجون بعد مصطفى ام مصطفى ايضا انسانه قمة في الاخلاق متربيه رعيت بيت وهذه ام مصطفى اهلها اخوانها كلياتهم خارج البلد باستثناء والدتها والدتها متزوجة بعد وفاة ابوها متزوجة من رجل سبعيني وتسكن في احد البلدات في التابعة الريف دمشق والدت ام مصطفى والدت ام مصطفى هذه تعيش معاها واحدة من بناتها واختها وكانت ام مصطفى بشكل دوري ما توفر اي فرصة انها تروح تزور والدتها وزوج والدتها واختها وخالتها من باب صلة الرحم والاطمئنان على الام وكانت تحب امها شثير وباقي اخوانها كلهم سافروا وطلعوا بره البلد بسبب الحرب والاوضاع الاقتصادية وكذا كحال الكثير من السوريين الله يفرج على العباد يا رب المهم هذا ابو مصطفى وام مصطفى عندهم ابنهم مصطفى كان في البكالوريا وكانوا يحاولون يهيئولوا كل الاجواء الان مصطفى هذا ينجح وكان حلمهم انهم يشوفونه طالب جامعة باختصاص حلو وفعلا نجح مصطفى في البكالوريا وجاب معدل يعني نوعا ما كويس وراح سجل في الجامعة وطلع له تجارة واقتصاد ودخل مصطفى في الجامعة والاهل ابو مصطفى وام مصطفى مبسوطين ابنهم هذا البكر انه في يوم من الايام ان شاء الله يطلع يعني من الناس المتفوقين ويحصل على شهاده عليا ويرفعون راسهم فيه قدام الاهل والاقارب والجيران ويلقون ثمرة التربية هذه وفعلا دخل مصطفى في الجامعة واموره تمام التمام وصار يروح ويجي والامور عال العال هذا مصطفى يعني كان ياخذ مصروف من والده مصروف بسيط اللي هو اجار الميكروباصات او التكسي لم يروح على الجامعة ويجي لانه الاحوال الاقتصادية يعني صعبة وكل شي غالي فكانت يعني بهذاك الوقت يعني احوال ابو مصطفى مهي كلها القد يعني رجل مستور يشتغل وساتر حاله وساتر عيلته وكافيهم يعني نقدر نقول انه احواله المادية مستورة مشي حاله وما عليه دين وما عليه كذا امور وماشية مصطفى هذا يعني شاب بسيط عادي ما عنده حركات ما هو من هالشباب الزعران شاب خلوق محبوب بين الجيران والاصدقاء او تروح الايام وتجي الايام ومصطفى يروح على هالجامعة ويجي من هالجامعة مصطفى في الجامعة تعرف على اصدقاء يعني نقدر نقول انهم يعني اكثر ثراء منه يعني مستواهم المادية اعلى شوي وتخبرون انت واللي مستوى المادية العالي اعلى من الثاني فانت لما تماشي مع واحد اعلى منك او ارفع منك راح تتعب فهذا لما كان يمشي مع الاصدقاء هذول يروحون على الكافيتريات يروحون على الملاهي يروحون سيرانات يطلعون عندهم مصاريف يعني وهذا ماشي معهم صار يضغط على ابو بالمصروف انه ودي كذا اليوم عندي ودي اشتري كتب اليوم ودي اشتري ما بعرف ايش مشان الجامعة ومشان كذا وابو امه مبسوطين ويقولوا يا ابني يعني احنا وضعنا المادي يعني حاول انك يعني مثلا تستعير من اصدقائك هاي بعض الشغلات اللي يعني مو بالضرورة انك تشتريها اذا تقدر تستعيرها من بعض الاصدقاء يعني اصدقائك في الجامعة ف يعني كان المصروف اللي يحصل عليه ما يكفي ما يكفي لاطلعات اللي يطلعها مع هذول الاصدقاء ولكن هو كان معند وما كان اه مقدر وضع الاهل المادي وكان ماشي في هذا الطريق المهم تروح الايام وتجي الايام صار يعني مثلا اليوم عزموا اصدقائه وبعد بكرة عزموا واللي بعده عزموا فهو لازم يرد العزيمة هذه مو حلوة يعني بحقه انه كشاب وكذا وطلب جامعة وتجارة واقتصاد فالمفروض انه يردونهم العزيم هذه يعني لو في يعني كل عشر ايام مرة كل اسبوع مرة فكان فكان احد البلدات في ريف دمشق احوالها المادية يعني نقدر نقول انها كويسة ليش لانه ابناءها اللي في الخارج عندها ثلاث اربع ابناء دائما كل واحد منهم يودي لها حوالة يعني مساعدة مادية بحيث انها تقدر تستمر في الحياة وما تحتاج حدا وعندها بيت ملك وامورهم يعني امورها المادية كويسة وكان مصطفى يسمع بهذا الكلام انه والله جدته او سته يعني عندها مصاري لما راح زيارة مصطفى راح مع العائلة طبعا وقامت العائلة كلياتها طلعت قاعدت على البلكون وقاعدين يشربون شاي يضحكون ويسولفون وكذا فشنو سوى مصطفى مصطفى راح دخل على الحمام على اساس والحمام هذا قريب من غرفة جدته لغرفة النوم غافلهم وهم مبسوطين برا يعني قاعدين يسولفون ويتهرجون وكذا ودخل على غرفة النوم وبدأ يبحث عن بعض الممكن يلاقي فلوس ممكن يلاقي أي شيء يعني مشان ياخذه وفعلا طلع بوجهه تليفون بكارتون جوال محطوط بالكارتون بالكيس جديد التليفون الصغير مستخدم قام شار هذا التليفون وخباه بالجاكيت تبع اللي لابسه ولأنه يعني محشور بالوقت ممكن أي حدا يدخل عليه أو أي حدا يعني فمشان اختصر الموضوع ورجع دخل على الحمام وطلع ورجع يعني طلع لعندهم على البلكون وقعد وياهم وكذا وانتهت الزيارة ورجعوا على بيتهم راح هذا مصطفى باع التليفون وبعد ما باع التليفون عزم اصدقاؤه عشان يردونهم ويعني بعض العزائم اللي كانوا يعزمون وياها وفعلا مصطفى اتصل على اصدقاؤه ورفقاته هذول ثلاثة اربع اللي دايما يعزمون وماخ ياخذون وعاهم وين من راحوا اتصل عليهم ويا شباب انا اليوم عزمكم على السهرة والعشان وفعلا عزم الشباب في احد المطاعم او الكافتيريات او سهرة وهذاك اليوم وكل من راح في حال سبيل وبعدين وبقى عنده جزء من المبلغ اللي هو ثمن التليفون ارجعوا كمان على العزائم والروحات والطلعات ويروحوا يجي مصطفى على الجامعة والامور دائما نقول عال العال بعد كم يوم كمان رجع عزمهم في المبلغ اللي كان متبقي من حق التليفون ولكن الامور هاي مستمرة بشكل يعني ما في توقف انو العزائم هذي بالمناسبات لا بشكل يومي او اسبوعي وهذا مصطفى اماش يوم انو يا اخي قدر وضع ابوك المادي وضع الاهل شايف يعني ابوك يا دوب ملحق على الاكل والشرب ومصروفك انت الجامعة واخوانك وخواتك لا يحاول يطلب مصاري من امه من ابو يقوله يا ابني ولا الوضع على قدر حالي انت عارف وهذا احنا املي لك مصاري في الجامعة والروحة والجي واكلك ولبسك هذه يا ابني هالسهرات وكذا واصدقائك بلا يا اخي خفف منها مصطفى ما كان يقتنع بهذا الموضوع ما كان يقتنع لا بكلام ابو ولا بكلام امه ولكن بنفس الوقت هما مبسوطين بمصطفى انه دخل جامعة وكذا المهم ما لكم بالطويلة مصطفى الان صار بحاجة فلوس مشان يأمن او يغطي المصاريف هذي اللي يطلعها مع رفقاته واصدقائه قام هنا مصطفى قال لك ما لي غير اروح على بيت جدتي وممكن اني هناك اسطي على بعض الفلوس الموجودة عندها وفعلا قام راح من دمشق الى ريف دمشق على بيت الجدة وراح لحاله لما وصل ودق الباب طلع له مين طلع له جوز جدته سلام عليكم اهلا وسهلا تفضل فات هذا الولد مصطفى ولا ما في غير جوز جدته او جوز سته فات وقعد وكذا وين ستي وين خالتي وين قالوا والله طالعين مشوار عشان ويمكن يعني يمكن يمرون لعندكم على البيت لعند ام مصطفى هذا الولد سواله حوسة بالبيت صار يفتل يفوت على الحمام يفوت على المطبخ يطلع على البلكونة الختيار هذا عمره سبعين سنة وفطين ومنتبه وقال لك هذا يعني جاي الحاله يعني مثل اللي القلب وحاسه يعني حاول انه ما يخلي ينفرد الحاله لا بحمام ولا يعني يلحق وين ما يروح لما يفوت يجي على الحمام يلحق ويسوي حاله يعني يحوس حواله باب الحمام يفوت على المطبخ يدخل وراه يطلع على البلكونة للمهم حاصر هذا الولد ولما شاف حاله افلس قام شال حاله وراح راح على بيت اهله ولما وصل بيت اهله ويلاقي جدته وخالته موجودات عند امه بالبيت وسلم عليهم والله ورحت عليكم على البيت وما لقيتك وانا مش تاقلك والله وروحت اسلم عليك واطمن عليك بس ما لقيتك وقال لي جدي انه ممكن اتمرون علينا على البيت فاقلت خليني على حقكم قبل ما اتروحون على البيت وفعلا بعد ما قاعد وسلم وكذا وقام وده يطلع على غرفته وهو طالع ويلاقي شنطة خالته محطوطة على طاولة فلما فتح الشنطة هذي قام فتحها ويلاقي مفاتيح مفاتيح البيت بيت جدته وقوم ياخذ هاي المفاتيح وينزل على الشارع مباشرة في احد المحلات اللي يسوي نسخ للمفاتيح هذي ويروح يسوي نسخ الثلاث اربع مفاتيح الموجودات بالعلاقة هذه لانه ما يعرف اي واحد منهم مفتاح البيت سوى نسخة لثلاث مفاتيح وقام مباشرة يعني خلال قصة كلها نص ساعة ورجع ورجع المفاتيح لشمت تخالته وحط المفاتيح هذيش بجيبه وهذيش الليلة نامت جدته عندهم هي وخالته وثاني يوم شالا نحالا وراحا على ريف دمشق على بيتهم هذا الولد حاط بباله لفلوس يقوم بعد يومين ثلاث يركب ويطلع من الصبح الساعة سبعة يطلع على البلد اللي عايش فيها جدته هذه ومعه المفاتيح لما وصل قال لك ممكن اني الاحقهم يكونون نايمين وادخل على البيت لما وصل على الباب هم ساكنين في يعني ضمن عمارة في شقة لما وصل على الباب وحط اذانه على الباب سمع فيه صوت كلام وحديث فقال لك هذول قاعدين ما رح يمشي الحال ويكون مشي الحال ويرجع رجع بعد شم يوم ويجي زيارة كمان مع امه والاهل كلهم وغافلت جماعة ويدخل على غرفة النوم ويصطي على يلاقي شنتة مصاري وياخذ منها مبلغ يعني بسيط حوالي نقدر نقول خمسة عشرين الف الى ثلاثين الف ليرا سوري مشان ما يحسون عليه ولقى فيه شنتة صغيرة فيها سكين وساعة ومدري ايش وشغلات هيك خذ السكين حطها بجيبه واخذ مبلغ المصاري هذي ودوغر يطلع من غرفة النوم ورجعوا على بيتهم على دمشق وصار يصرف وتعود على المصاريف هذي فيعني المصاريف هذي بشكل مستمر مثل ما قولنا احنا والطلعات والفوتات مع الاصدقاء هذي بشكل مستمر خلصا الـ 25 الف هذول قال لك ما لي غير ارجع لعن بيت ستي ما هو شاف الكيس اللي فيه المصاري هذي ويقوم يرجع في يوم من الايام الساعة الستة ونصف الصباح ياخذ له تاكسي ولما وصل بيت جدته حط اذنه على الباب ما فيه اي صوت ما فيه اي حركة وجماعة نايمين قام فتح الباب بالمفتاح جرب المفاتيح واحد 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 منها نفتح ودخل على البيت لما دخل على البيت صار جوه تقريبا في الصالة الصالة هي اللي توزع على باقي غرف البيت اول ما دخل على الصالة ويحس عليه الختيار اللي هو جوز سته شو فوتك لهون كيف فايت بدون مفتاح شو جايبك يا حرامي صار يصيح الشايب هذا ويستناول السكين ويسدد له اول طعنة صار يصيح انفضوا الطعنة ثانية ثلاث اربع طعنات وقع الشايب بالارض شايب عمره سبعين سنة وقع بالارض صارت دم صارت برك الدم بالارض على صياحات الشايب تطلع سته جدته هذه وكليش يا مصطفى شو عم تعمل ليش عملت هيك ورد كمان ينفض سته ثلاث اربع طعنات وتقع بالارض خالت وكذلك الامر نفس الشي سدد لها كمان ثلاث اربع طعنات وقع بالارض اخت جدته لما شافت المنظر والصياحات وهذا جاء عليها كمان عند يضربها قامت رجعت على غرفتها وسكرت الباب صار يدق افتحي افتحي منذري كذا مع التفتح ويقوم يفوت على غرفة النوم تبعيد سته جدته هذه فات على غرفة النوم وصار يبحبش ولما لقى المصاري في رخزانه كيس فيهم فلوس ولقى بعض العلب اللي فيها بعض المصاغ الذهبي وحط كلهم بكيس اسود جاب له كيس من المطبخ ضبها المصاري هذي كلها والمصاغ الذهبي وطلع من البيت ظن منه انه اللي ضربهم هذول وكل اياتهم ماتوا اللي طعنهم طلع من البيت ونزل على الشارع هنا صارت ثيابه مبين عليها دم يعني اذا حدا يقرب منه مزبوط يلاحظ الدم هذا اما من بعيد ما تقدر تكتشف اذا ما قربت عليه يعني ينزل على الشارع يحاول ان يوقف تكسي كل ما يشوف صاحب تكسي ما عاد يركبوا معاه شايف الولد متلبك وكذا ما قدر يلاقي تكسي وكان الوقت الصبح بكير يعني فحاول انه يغادر المنطقة ويطلع برات البلدة هذه وصار يمشي بجانب الطريق العام يعني يعيد عن السيارات وممكن انه تمر دورية شرطة او في حواجز على هاي الطرقات مشان يبعد نفسه عن انه حدا يمسكه وظل يمشي على هالحالة حوالي ثلاث الى اربع ساعات الى حد ما وصل الى احد الحدائق في دمشق والحديقة هذه كانت قريبة من بيت احد اصدقائه اتصل على صديقه هذا انه انا لازم اشوفك ضروري وكعم شو بدك قال له انا لازم اشوفك ضروري 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 وين موجود انت قال له انا موجود قريب من بيت كم بالحديقة وبالفعل نزل صديقه وقال له لما شافه شاف هالمنظر متلبك الولد وثياب عليها دم خير شو صاير معاك وكيا مصطفى شنو شنو هذا الدم اللي عليك ساكت مصطفى وكيا مصطفى احيك شو صاير عليك شو هذا الدم شو هذا الكيس اللي معاك قام هنا نطق مصطفى وقال له القصة واحد ثنين ثلاث اربعة وهذا اللي صار نرجع على بيت الجدة بعد ما طلع مصطفى من البيت ظلت اختها للجدة هذه سكرت على حال الغرفة وما فعلت تفتح وبعد ما هدأت الاصوات والعراق والصياحات هذه ومعد سمعت صوت اي حركة وسمعت صوت الباب لما انطبق لما طلع مصطفى طبق الباب بقوة وتأكدت انه ما ظل في اي حركة اي صوت قامت فتحت الباب شوي شوي وتناوقت الباب من الباب انه ما في حدا قامت طلعت وإلا هذا المنظر اللي ما يسر لا عدو ولا صديق اختها اللي هي الجدة شبيرة عمرها حوالي ستين سنة وبنت اختها بتمدد بالارض ولكن فيها تالي روح اللي هي خالة المصطفى والختيار السبعيني هذا مفارق الحياة والصالون بركة من الدماء مباشرة اتصلت على الاسعاف وعلى رجال الامن وبلغتهم وحضر رجال الامن والاسعاف اسعفوا خالة مصطفى على المستشفى خالة مصطفى كانت يعني ماشلة تم طعنة ولكن الله كانت بالها عمر وما ماتت اما الجد وزوجها كانوا فرقين الحياة بعد يعني مسحفهم على المستشفى كانوا فرقين للحياة طبعا اخت الجد هذي كانت شايفة يعني شافت انه هذا مصطفى هو اللي سوى هاي العملة اخذوا المواصفات واخذوا رقم تليفون بيت اهل مصطفى والعنوان او مباشرة توجهوا على بيت اهل مصطفى لما وصلوا وين مصطفى مصطفى مو موجود مصطفى بالجامعة يعني مصطفى مو بالجامعة مصطفى مرتكب جريمة شلون ما شلون قال هذا اللي جاكم صارت الام تبكي صارت الام طلطم تنتف شعرها يا ويلي يا كذا ما عادي ينفعل لطم ولا عادي ينفعل تنتيف الشعر المهم قام الاب اتصل على مصطفى تليفون مغلق اتصل على احد اصدقاء مصطفى اللي هو هذا راح لعنده لانه يعرفه اكثر شيء يعني اصدقاء هو ورقم تليفون عنده يعني دائما لما يغيب او يتأخر مصطفى او يكون تليفونه مثلا مغلق يحاول يتطمن على ابنه من خلال الاتصال ببعض اصدقاء المقربين له جدا فلما اتصل عليه قال له وين مصطفى يا فلان قال له والله مصطفى عندي موجود بالحديقة ومصطفى متلبك ومدري شنو صاير عليه قاعد اسأله موه راضي يجاوب قال له خليك عنده وعطينا الموقع بالتمام وجايين احنا لعندك وفعلا جاء ابو مصطفى مع رجال الامن وتم القاء القبض على مصطفى وعليه اثار الدماء وكانت الفلوس هذه معاه والمصائق الذهبي والسكين اللي كان مستخدمها في الطعن والقتل كانت موجودة معاه وتم التحقيق معاه واعترف بالجريمة كاملة وشنو اللي صار معاه من الطقطة لسلام عليكم وتم تقديمه للمحاكمة وبعد فترة من الزمن تم الحكم عليه بالاعدام قصة اليوم حصلت في سوريا في عام 1995 في احد احياء العاصمة السورية دمشق لشخص ينقال ابو محمد ابو محمد هذا في بداية الخمسينيات خمسين واحد وخمسين سنة متزوج من ام محمد ام محمد في بداية الاربعينيات الفرق بينه وبين ام محمد تقريبا عشر سنوات وعندهم ولدين محمد اتشبير واحمد محمد هذا يدرس في جامعة هندس مدنية والشاب الثاني احمد يدرس بكالوريا او توجيه في بعض الدول او نهاية المرحلة الثانوية وهذا ابو محمد عنده محل اسمانة محل اسمانة يعني مثل ما نقول اليوم السوبر ماركت ومعروفة قبل كثير من الاشخاص يسمونهم بالمصلح اللي يشتغلون فيها كثير منهم مثل هذا ابو محمد السمان يقولولو هذا ابو محمد يعمل في هذا المحل وهو باب الرزق وهذا المحل كان متورثه من ابوه وعنده اخ ثاني هذا ابو محمد عنده اخ ثاني اسمه محمد اخ اصغر منه وهذا المحل يعني طلع له هذا المحل وطبعا سكن ابو محمد في حارة والمحل هذا في حارة ثانية حارة تبعد يعني شوي عن الحارة اللي ساكن فيها وهذه ام محمد مثل ما يقولون قاطع راس القط من اول ليلة يعني ما دائما اللي نعرف احنا او اللي يتداولون وبعض الناس انه يقول لك لازم العريس يقطع راس القط من اول ليلة راس البس ولكن كان العكس صحيح بالنسبة لابو محمد واما محمد هي اللي قاطع راس البس من اول ليلة ابو محمد ما يسترجي يتحلفص عند ام محمد اسمها خلي نسميها بديعة ام محمد بديعة هذه قولات اخواننا الكويتيين حيزبون امرأة حيزبون حرمة قوية وحرمة قولات اخواننا شوام ارحة واوية ابو محمد يعني مثل الارنب عندها شلون ابو بدر وامبدر في مسلسل الباب الحارة لسه على اضرب وين رايح وين اجيت منين اجيت وين كنت شو عم تعمل شو عم تساوي ابو محمد ولا كلمة ها والله كنت بالمحل ها والله ابو محمد ما يقدر يتصرف باي شيء في البيت الا بامر واذن بديعة ام محمد حتى يعني على مستوى محل الاسمانة اللي يشتغل فيه واللي هو ملك له واللي منه يصرف على العيلة يعني هذا محل الاسمانة كل نهاية اسبوع كل يوم خميس في حساب ودها تحاسبه على الليرة ليش الارباح ناقصة ليش الارباح هذا الاسبوع ضعيفة ليش ما ليش يا ام محمد والله هذا يعني هذا اللي موجود كل ياتوا عندي يعني هاي السوق هيك واذا كانت الارباح يعني ارباح الاسبوع هذا احسن من الارباح الاسبوع اللي قبله ليش نايم ليش ما بتتحرك ليك السوق اسعار ونار ليك ما بعرف ايش المهم الرجال هذا مو خلصان لابزين ولبشين ويا ويلك ويا سواد ليلك يا ابو محمد اذا يكون ناقص الحساب ليرة رغم انه المحل هو اللي من خلال هذا المحل يعني اللي يصرف على البيت ويصرف على ابناء وهي تلبس وتاكل وتشرب بس كل نهاية اسبوع في حساب ما في مجال ويا ويلك تكون غلطان او منقص او خسران هو بالربح ما هم خلص عاد يكون خسران ولكن ابو محمد رغم الحرص هذا والتدقيق من قبل بديع ام محمد عليه على الاحسابات كان يخبي جزء من الارباح ارباح هذا المحل اسبوعيا يخبيها على جنب تحسبا ل الايام السودة يعني كان يخبي له على جنب عند اخو هذا محمد اخو الاصغر منه يخبي عنده هاي الفلوس اللي ما يعني ما تدري فيها ام محمد ولو تدري فيها غير غير تقطع راسه وهذا ابو محمد له وقت له وقت محدد مشان يجي يدخل على البيت يعني مثلا صارت الساعة عشرة الساعة عشرة ما جاء ابو محمد مفتاح البيت ما هو معاه ما دخلي يفوشت البيت روح نام مطرح ما كنت ليش متأخر ليش ما جيت بكير وين كنت وين كذا يعني حتى لما مثلا بعد ما يحل من شغله من المحل هذا محل السمانة ويجي يقعد فيها البيت في البيت ما له حرية المحركة حرية التصرف حتى إذا وديو يطلع برا مثلا وديو يطلع يصهر مع أصدقائه مع يعني أصحاب هالمحلات جيرانه يطلع يروح على قهوة يروح على كافيتيريا يروح على كذا وين رايح وين ممنوع تطلع بلوك يا ابنت الحلال بدي أطلع عشان هو لا ممنوع تطلع بكرة الصبع عندك محل وين دكتوروح تسهر ما في لا طلعة ولا فودة حتى على مستوى التلفزيون يعني هم قاعدين يحضرون تلفزيون يجي الولد أبو محمد يكون قاعد يحضر أخبار مثلا يجي الولد وده يحضر مسلسل ما وده يحضر أخبار الولد هذا طبعا الأبناء بسبب عدم احترام الأم للأب صاروا يعاملون أبوهم تقريبا نفس معاملة الأم ولكن أقل شوي يعني مثلا أبو محمد قاعد يحضر أخبار يجي الولد وده يغير على المسلسل لك يا ابني عم أحضر مسلسل تقوله ايه بده يحضر بده يحضر مسلسل هو وين يروح يحضر يعني تلفزيون نهاذ يروح يحضر عند الجيران يعني خليه يحضر ولد بده يرفع عن نفسه يسكت أبو محمد يا حرام وما يقاتي بأي حركة وأبو محمد المسكين على هالحال هذه عايش لا سلطة لا كلمة له بالبيت لا على الأبناء لا على الزوجة ويكتم بقلبه ويسكت وكان أخو محمد الصغير كل فترة والثانية يمر عليه على المحل أو أبو محمد يحاول أنه يسرق حاله قبل ما ييجي على البيت يسكر المحل بكير شوي ويروح يقعد عند أخوه وكان دائما يشتكيله من الوضع اللي هو عايشه يا أخي والله الوضع هذا ما عد يحتمل وأنا يعني ميه عيشة هذه يعني مع هالمرة هذه حتى الولاد بطلوا يحترموني بطلوا يسمعون كلمتي كلمات على الطالع والنازلة يعني ما إلي أي قيمة أي وجود بالبيت بس إني اللهم أروح على هالمحل وأشتغل من الصبح للمغرب وآخر الأسبوع تاخذ هي الغلة ويعني شوفت عينك فكان دائما يشتكيله ولما وصل أبو محمد إلى يعني المرحلة الأخيرة الرجل راح ينفجر يعني ما عد ما عد يتحمل يعني وهذه أم محمد كانت إمرأة يعني ما هي الإمرأة الجميلة يعني إمرأة عادية أو أقل من عادية كجمال يعني ورغم ورغم هالشي كله ياته أبو محمد صابر هالسنين هذي كلها ومحتسب ويقول لعله وعسى أنا تتغير اليوم تتغير بكرة ولكن كان خطأ أبو محمد الفادح من أول ليلة ما قطع راسه بس وهي اسبقته إلى هذا الموضوع المهمة لكم بالطويلة في يوم من الأيام راح لعند أخوه سكر المحل بكير وراح لعند أخوه وكان أبو محمد وضعه النفسي يعني متحطم نفسيا راح لعند أخوه وقعد هويا شوي وقال له يا أخي والله أنا ودي حل يعني هذه ما يعيش معد أقدر أنا أكمل يعني لا احترام لا تقدير لا من زوجة لا من ولد يعني أنا حتى ماني أجر كرسي يعني ماني على مستوى أجر كرسي بالبيت فأشار عليه أخوه قال له يا أبو محمد أنت أخوية شبير وأنت اللي تعلمني بس أنا والله ودي أشور عليك شور بس ما في عندك غير هالحل يعني شنو الحل قال له يا أبو محمد ترى المرة ما يكسر رأسها غير المرة إشلون لا يكون بدكاني أتجوز قال له هذي انت عيني المرة ما تخاف غير من المرة قال له يا عمي أنا معدما أتجوز ماني خلصان والله إذا عرفت أني بدي أتجوز أو أني متجوز غير تقضي علي نهائيا ولا تخلي لي أثر قال له ما في عندك غير هالحل عمي أنك تظل يعني عايش الحياة هذه مستحيل أنك تظل مكمل يا أما عندك خيارين يا تتزوج عليها وبعدين أنت المحل باسمك محل اسمانة هذا وحتى البيت لك هذا باسمك لا سمعت أنك متزوج يعني أكيد راح تخاف وتخاف على الفلوس اللي يعني قاعد تجيب له إذا أنت أسبوعي من غلة هذا المحل فتصير تحسب وممكن أنها يعني تخاف وتصير تحترمك وكذا قال له طيب يا أخي ونفترض أن رضينا يعني مين هاللي ودها ترضى فيني أنا وأنا اليوم عمري خمسين واحد وخمسين سنة وولادي في سن الزواج وكذا قال له ما عليك أنت اقبل وأنا أسعى لك بالعروس يا أخي أنا ألقى لك عروس قال له خليني أفكر شوي وكذا تفكير أنت صار لك عشرين سنة وأنت على هالحالة يعني ليش بيجهودك تفكر قال له أنت هي تشايف قال له يا أخو محمد الصغير قال له نعم ما في عندك غير هالحل وفعلا قال له توكل الله وشوف اللي مرة تكون يعني أنها طرضى بي وسنها يكون مناسب ما بدي كمان أنا أبتلي بلوة ثانية قال له ما عليك عطيني شميوم وأنا أدور لك بنت الحنال وفعلا أبو محمد رجع يمارس حياته اليومية اللي هي كالعادة وفي يوم من الأيام بعد أسبوع تقريبا اتصل عليه أخوه على البيت طبعا أيامها ما كان فيه تلفونات خلوية ولا في واتساب ولا في فيسبوك ولا القصص هذه كلها كانت التلفونات الأرضية اتصل عليه على البيت وردت زوجته هي أمو محمد وين أبو محمد خير شو بدك منه قال له أنا أخوه بدي أحكي معاه لو سمحتي شوي فنادت أبو محمد تعال أخوك بده إياك تعال عكي معه بس أوعك تطولها معك دقيقة وحدة المهم حتى معاه التلفونات قال له لقيت لك بنت الحلال وبكرة تسكر المحل بكير وتجيني على البيت مشان تفاهم أنا وياك على الموضوع وسكر التلفونات وفعلا أبو محمد نام هذه الليلة مبسوط ويعني صار عنده بصيص أمل أنه ممكن حياته تتغير للأفضل وفعلا ثاني يوم راح على المحل فتح المحل ولكن كان هذا النهار طويل جدا بالنسبة لأب محمد منتظر حتى المساء مشان يروح على أخوه وفعلا سكر المحل نهاية اليوم وراه لعند أخوه وقعد هو وأخوه محمد وقال له شوف أنا لقيت لك مرة مطلقة عمرها تقريبا 32 سنة وهاي المرة جميلة جدا ومهي متفاهم هي وزوجها وما عندها أولاد وتريد رجال حتى لو كان أكبر منها يعني يعني فارق هذا العمر بينك وبينها 20 سنة بس تريد رجال واعي يفهم و يعني يقدر المرأة قال له يا سيدي ما في مشكلة 32 سن مناسب جدا شلون بدي أشوفها شلون كذا قال له ما عليك يعني المهم أنه أنت موافق مبدئيا قال له موافق يا سيدي موافق وإيدي بزنارك بس خلصني من هالآفة اللي عندي فقال له ما عليك هسا هي المرة يعني جارتنا وصديقة زوجتي رح أخليه تتصل عليها وتجي وتشوفها الشوفة الشرعية وهي تشوفك كمان يعني ممكن أنت ما تعجبها ممكن هي ما تعجبك فالنظر غير السمع قال له يا سيدي ما في مشكلة وفعلا انتصلت زوجة أخوه على صديقتها هذه اللي اسمها هناء انتصلت عليها وقالت يا هناء ترى العريس موجود تعالي وفعلا شارت حالها هناء وجد وقعدوا لهم دقيقتين يعني قعدت شوية مع أخوه لأبو محمد وزوجته اللي هي شوفة الشرعية يعني وشربة فنجان قهوة وقامت شارت حالها وراحت هذه هناء هنا أبو محمد لما نشاف هناء هناء عليها العين فتر يعني العيون الجمال الجسم شغلة عجيبة غريبة نسبة الأم محمد أم محمد بالنسبة له غولة ولكن لا حولة ولا قوة قال له ايدي بزنارك يا أخوي خلصني من هالبلوة ويا عمي أنا موافق شوف شنو المتطلبات اللي ودهاياها المرة وأنا جاهز وأنت تعرف أنا مدخر عندك شوية فلوس هذا يعني راح أستفيد منهن بهذا اليوم قالوا ما عليك أنت أروح لا تتأخر على زوجتك وولادك مشان ما يسولك مشكلة وبأترك الأمور علي راح نشوف أهلها ونشوف شنو اللي يطلبونه وأنا أبلغك أول بأول وفعلا هذاك اليوم أبو محمد رجع على البيت ولا كنو متأخر شوي وساوت له أم محمد عرص بهالليل وين كنت وليش تأخرت وليش كذا وقال أنه قاعد يدوق على الباب هو الباب تسكره هي بعد الساعة عشرة يتقفل الباب المهم بعد ترجي وبعد كذا وبعد فتحت له الباب وفات وساوت له عرص بهالليل ويعني قال له شوي راح تجتمع الحارة عليهم المهم فات أبو محمد ونام هذه الليلة وثاني يوم وثالث يوم أخوه راح شافت جماعة واتفقه وياهم على يعني شنوودهم هما المهار والملبوس والقصص هذه وكلياتها واخذ منهم موعد مشان يروح هو واخوه بشكل رسمي يخطبون ويكتبون الكتاب وقالهم يا عمي ترى احنا ما عودنا العرص ولا عودنا طنة ورنة والقصص هذه وكلياتها رجال شبير وترى كمان مشان مرته ما تسوي له مشاكل فاحنا ما عودنا سايح حفلة عندكم هالبيت تسوي لها شوي يعني صديقاتها وقاربها للعروس وصلى الله وبرك وفعلا نخبر ابو محمد بالمستجدات الجديدة وابو محمد مبسوط وراحوا هذاك اليوم هو واخوه وطلبوا هنا بشكل رسمي وقروا الفاتحة وكتبوا الكتاب واتفقوا في الاسبوع القادم انه يتم الزواد هنا ظل على ابو محمد انه دي امن بيت لهاي الزوجة الجديدة راح استأجرولها شقة في احد الاحياء اللي تبعد شوي عن الحي اللي ساكن فيه وفعلا راح لقى بيت واستأجر هذا البيت وتزوج واموره عسل على عسل لما جيه وشاف هنا هذي يا حبيبي يا ابن عمي يا قلبي اختلفت عليها الامور ومنسما للارض بس عاد الان صار فيه عنده برنامج البرنامج اللي هو شلون بده يعني يوفق بين امه محمد وهنا وكمان هو ما يقدر ينام برات البيت ولو وقت محدد فشنو صار يسوي ابو محمد مشان ما تشك في ام محمد ابو محمد سوى له برنامج شيطاني البرنامج انه الصبح هو لما يروح على المحل سوى يوم الهناء ويوم للمحل يعني الصبح يطلع بدان ما يروح على المحل يروح لعند هناء لعند العروس الجديدة وتال النهار اول المغرب يجي على البيت على بيت ام محمد بيته الثاني على اساس انه بالمحل واليوم الثاني يطلع يفتح المحل طبعا ما ينام بالليل عند هناء يمضي عندها طول النهار من الصباح للمغرب او يرجع المغرب اليوم الثاني يرجع يفتح المحل ويضله للمغرب وابو محمد مبسوط مبسوط من هنا يعني فوق ما تتصورون يروح يلاقي هالاكل الطيب هالمنظر الجميل هالروايح هالحركات هل يعني اشياء محروم منها عشرين سنة عشرين وعشرين سنة وولا عمره شافها من الحيزبون وقالات اخواننا الكويتيين هاي ام محمد وتروح الايام وتجي الايام ويمر اكثر من شهر على هالحالة وابو محمد مبسوط مبسوط الى درجة كبيرة ولكن قد من احتاط الانسان الا ما يقع في النهاية ولكن كانت وقعت ابو محمد سودة في هذاك اليوم ابو محمد طلع من البيت وكان بهذاك اليوم دور هنا وما ودو يفتح المحل لما طلع ابو محمد نسي مفاتيح المحل نساهن على التلفزيون على طاولة التلفزيون وطلع بعد ما طلع تقريبا بخمس دقائق عشر دقائق كانت ام محمد قاعد تنظف وترتب البيت وإلا انتبهت على المفاتيح العمال هذا الطيب شنون راح بدو يفتح المحل ومفاتيح المحل موجود هنا بالبيت قامت نادت واحد من ولادها هذا صغير وقالت لك ابوك شنون راح يفتح المحل وهي المفاتيح موجودة هون قوم خذ هالمفاتيح وإلحقه أحسن ما يطول ما يفتح المحل وما يبيع مزبوط وكذا فقام شار حاله الولد وراح أخذ المفاتيح ولحق ابو محمد على المحل المحل في حارة ثانية قريبة منهم لما وصل لعند المحل المحل المسكر استناله دقيقتين ثلاث أبوه مو مبين يعني بهالحارة فيه محل حد محل اسمانة تبع ابو محمد محل مطعم يبيع فلافل وسندوش فلافل وحمص وكذا فقالك خليني أسأله فات عليه السلام وعليكم شفت اللي أبوي ما جهل يوم ما فتح المحل لأنه كان ناس المفاتيح وحجبت له إياه قال له يا أخي أبو محمد صار له فترة يعني تحس مطبيعي خير شوفي ليش قال له يا أخي صار له أكثر من شهر يعني يوم يفتح المحل ويوم يسكر وأنا مستغرب صراحة يعني ليش وسألته أكثر المرة وما أعطاني جوابي يعني ما أدري يعني يوم يفتح ويوم ما يفتح ما أدري شنو قصته يعني قال له شلون قال له يا أخي مثل ما يعني أقول لك مبارح كان فاتح واللي قبله كان مسكر اليوم ما جعل المحل يعني يوم أي يوم لا فما أدري وين شنو المشكلة يعني قام هذا الولد شالها صاخنة ورجع لعند أم محمد قالها والله يا أمه القصة واحد اثنين ثلاث وهذا صاحب محل الفلافل يقول أبوي يوم يفتح ويوم ما يفتح أم محمد قالت لك مستحيل ألا ما يكون في عنده شي أبو محمد اتراجع حالها يعني بما أنه المحل يفتح يوم ويسكر يوم لازم الغلة تنقص والغلة كان يجيبها أبو محمد أسبوعيا يحاسبها ما في نقص يعني نقص كان أسبوع ينقص شيء بسيط أسبوع فيه ربح شوي بسيط الأمور عادية يعني وحتى خلال الأيام اللي مرت ما كانت تلاحظ أم محمد أي تغير بتصرفات بحركات أبو محمد وكان أبو محمد يعني خلال الفترة هذه حاول يعني إلى درجة شبيرة ما يلفت نظر أم محمد على البسط والحياة الجميلة اللي كان عايشها مع الزوجة الثانية هنا كان يخفي هذه الأمور عنها وعن أولاده لأنه أثنيناتهم يعاملونه نفس المعاملة وما أودوا حدا يشك بهذا الزواج أو أنه لأنه إذا عرفوا بهذا الزواج رح يعرض حياته للخطر أقعدها تتحس بأم محمد تضرب أخماس بأسداس مستحيل أبو محمد في عنده شي وتقعد هداك اليوم تستنى بأبو محمد صارت المغرب صارت الساعة تسعة صارت الساعة عشرة شوي ولا مشرف أبو محمد فتح الباب أبو محمد شوي شوي ودخل لقى الأضواء مطفية شغل الضو وإلا هذه أمه محمد متربعت له بنصف الصالون أهلا أهلا أبو محمد وين كنت ها والله كنت بالمحل قلت له قلت له كنت بالمحل ها اطلع منها البواب اطلع منها البواب واحتي حتي غير ها حتي والله اليوم لا أصلخ جلدك عن عظمك شو جعل تسول فيه شو تسلخين جلدي شو كذا قالت له والله اليوم ما سكت له خيزرانة وقاعدة وعيونها مبططتها هيك العين حمراء يا لطيف يا أمه محمد طولي بالش وتقوم لك أمه محمد بهالخيزرانة على أبو محمد وهين يوجعك وهين ما يوجعك لك يا بنت الحلال والله كنت بالمحل عم روح على المحل قالت له أنت واحد شذاب وهذا ابنك راح الصبح والمحل مسكر وأصلا هذه المفاتيح موجودة مفاتيح المحل بشنو فتحت المحل يا أبو محمد هنا أبو محمد ما ظل عنده مجال لأنه يعني يراوغ أو يجذب أو خلص انكشف أمره ومرت هذه الليلة على أبو محمد الليلة ما تتمناها العدوك طبعا أبو محمد لما نجه على البيت قبل ما يجي خذوا زوجته هنا هنا على أهلها وقالها روحي ما تضيلك يومين ثلاث عند أهلك وأني أمر أجيبك أو أنت تروحين على البيت في اليوم الفلاني يعني خلينا نقول يوم الخميس وقالها أنت تروحين على البيت يوم السبت وفعلا مر يوم الخميس ومر يوم الجمعة ومر يوم السبت وراحت هنا شالت حالها وراحت على البيت المستأجر اللي هي أبو محمد تستنى أبو محمد راحت من الصبح فكير على أساس يجي أبو محمد ظلت تستنى ساعة ساعتين ثلاث صارت الظهر صارت العصر صارت المغرب ما جاء أبو محمد طبعا هي على علم بيعني الظروف والأوضاع اللي عيش بها أبو محمد في بيته الثاني بس ما تعرف أنه أم محمد متسلطة عليه لهاي الدرجة يعني هو كان يقول له أنه يعني أنا ما أقدر أنام هون بالبيت هذا عندش مشان ما ودي يعني أنزع علاقتي مع زوجتي وأبنائي وكذا يعني من هاي الأمور يعني ما وديه يعني لأنه إزا خبرة هاي الزوجة بضعف شخصية أبو محمد تجاه زوجته الثانية أكيد رح يزغرب عينها وممكن أنه تتسلط عليه يعني أو أنه ينزل من عينها يعني المهم ظلت تستنى هناء هذي ولما صار المغرب صار الليل قالت لك لربما أنه يعني صار معاه ظرف طارق وما قدر يجي اليوم ومرت الليلة وثاني يوم الصبح كمان ما جاء هنا إن شغل بالها الزوجة الثانية هذه هنا وقامت اتصلت على أخو على أخو أبو محمد اتصلت عليه وقالت له يا أبو محمد أبو محمد صار له يومين ما يجيني وأنا ظليت ثلاث يام عند أهلي والله ما يشغل بالي عليه وما عندي رقم التليفون البيت أو أنا ما أقدر أتصل على البيت يعني حتى فقالها ما عليش أنا راح أتصل على البيت وأشوف وين أبو محمد وفعلا أخوه هذا اتصل على البيت ردت عليه أم محمد وين أبو محمد يا أم محمد قالت له والله أنا صار له ثلاث أيام ما جانا أربعة أيام ما ما شفته أنا مشغول بالي عليه وكنت بدي أتصل عليك مشغول بالي عليه أنا والولاد وروحنا المحل المحل المسكر ولو أنك منت متصل أنا متصل عليك قال أيوة طيب وين راح وين أجي وين قالت له ما شفت وطلع هذاك اليوم من الصبح على المحل وما رجع وأنا قلت خاف أنه بلكي عندك زاير عندك أو عند حدا من قريبه ما قلو بالعاد هو يعني قام هنا أخو نشغل باله وقال لك أبو محمد ما يروح على حد يعني ما ما يقدر أصلا يتغيب عندنا البيت بعد الساعة عشرة شك بهذا الأمر وراح على الحارة اللي فيها المحل فعلا لقى المحل مسكر سأل جيرانه بالمحلات يعني ما شفت أبو محمد قالوا له صار له أربع خمس أيام الرجال ما فتح المحل مسكر وقال له أبو محل الفلافل بس الأربع تيام وخمس تيام المرة ما فتح ابنه بنهائي انشغل باله والرجال وصار يبحث اتصل على قرائبهم وعلى معارفهم وعلى أصدقائهم قالوا لربهم أبو محمد يكون رايح على شي حدا منهم أو صير معه ظرف ولكن بدون ما يحصل أي نتيجة ما هو رايح لعند حدا أبو محمد ولهم غادر يعني على حسب آخر المعلومات اللي حصل عليها الرجال ما حد شايفه لما شغل باله زيادة راح بلغ مركز الشرطة القريب منهم في المنطقة بلغ عن فقدان أخوه وقالهم يا أمي أنا صار له أخوي أسبوع مفقود لا حس ولا خبر الرجال الأمن استدعوا الزوجة والأبناء وحققوا معاهم ها يا أم محمد ايمت آخر مرة طلع أبو محمد من البيت وكذلك الأبناء نفس الشي قالوا والله هذاك اليوم طلع من البيت الصبح ومعاد رجع وكانت أقوال الزوجة والأبناء الثنين أحمد ومحمد متطابقة مية بالمية أنه طلع الصبح الرجال وشفناه الصبح طلع افطرنا نحن ومعاد رجع المحقق حقق مع أخوه لأبناء محمد وبالتحقيق مع أخوه خبر المحقق بالزواج الثاني أنه أبو محمد متزوج من امرأة ثانية وكان يروح عليها يوم أي يوم لا يعني خبر المحقق بالمجريات الأحداث اللي صارت كاملة وبسؤال المحقق لأخوه أبو محمد عن وضع العائلة خبروا بالوضع الكامل اللي كان عيشه أبو محمد قبل الزواج فبالحالة هذه اشتبه المحقق بأم محمد أو أبنائها أو هي وأبنائها يعني وطلب المحقق تفتيش منزل أبو محمد وفعلا لما راح لرجال الأمن والبحث الجنائي على بيت أبو محمد وفتشوا المنزل كامل ما لقوا أي أثر أو أي شيء أو أي أدلة يعني أنها تدل على جريمة أو ما شابه ولكن اللي لفت نظر المحقق ورجال البحث الجنائي أنه في هذا البيت في حديقة مثل جنينة يعني وهذه جنينة كان أيامها الوقت ربيع وحوض الزريعة هذا الموجود في الجنينة في مكان فيه يعني الزرع أو الحشيش اللي فيه شبه يابس مختلف عن اللي حواليه فطلب رجال البحث الجنائي أنه يحفرون في هذا المكان ولأنه لون التربة والزرع مثل ما قلنا أو الورد أو الحشائش اللي نابت بهذا المكان ذبلانة وشك فيه شيء يعني لما بدأوا يحفرون شوي حفروا لهم حوالي متر وهين كانت الصدمة لما بدأوا بالحفر بدأت تطلع لهم كياس مثل كياس الزبالة أنتوا أكبر قدر كياس سودة محكمة الإغلاق ثلاث أربع كياس لما طلعوا هاي الكياس وفتحوها وإلا جثة مقطعة وموجودة في هاي الأكياس شيء الإجرين لحال شيء الإيدين لحال شيء الرأس لحال شيء اللهم عافينا واعفوا عنا شو هاي الكياس هذي يا محمد مين هذا اللي جثة هذي ها والله ما بعرف والله مو أنا والله مو أنت مو أين أخذ أم محمد على مركز الشرطة وبدأوا يحققون معاها مرة ثانية ومعا أبنائها واعترفت أم محمد باللي سودت هذي الش الليلة بأبو محمد شونو سوت أم محمد هذاك اليوم لما دخل أبو محمد هذاك اليوم على البيت مثل ما قلنا وأم محمد ماسكة الخيزرانة وهين يوجعك وهين ما يوجعك أبو محمد قر واعترف قالت لي وين جاعد تروح وين هالأيام جاعد تغيبها يوم تفتح يوم تسكر اعترف لها أبو محمد أنه أنا اتزوجت امرأة ثانية وهي ساكنة في بيت ثاني مسكنها في المنطقة الفلانية وهين أم محمد رجعت انهالت عليه بالضرب بالخيزرانة هذي وفزعت أبنائها وصاروا يضربونه الثلاث إلى حد ما أغمي عليه لما أغمي عليه أبو محمد ما اكتفت أبو محمد بهذا الأمر هي وأبنائها راحت جابت لها سكين من المطبخ وقطعوا جثة أبو محمد إلى عدة أجزاء وجابوا أكياس للأزبالة هذه أجلكم الله وحطوا الجثة في الأكياس ومشان يخفون الجثة ومعالم الجريمة أحفروا حوض الزريعة اللي في الجنينة حفروا حوالي المتر وادفنوا الجثة هذه بأكياسها ورجعوا ورجعوا الحوض الزريع مثل ما كان ولكن ما في جريمة كاملة أبدا وطبعا تم استدعاء الزوجة الثانية اللي هي هنا وتم التحقيق معها وسؤالها أنه أين تأخر مرة شافتوا وكذا ولكن بعد اعتراف أم محمد وأبنائها بجريمة الكاملة وتم الاستدلال على السكين كانت مخبيتها في المطبخ وفعلا لما عثروا على السكين عثروا على بقايا دم وبصمات أم محمد على هاي السكين تم تقديمهم للمحاكمة وبعد عدة جلسات كان الحكم المبدئي الإعدام الحكم الأولي وبعد عدة جلسات واستئناف تم الحكم على أم محمد بالسجن المؤبد مع العمال الشاقة والحكم على ابنها الكبير محمد بالسجن لمدة خمسطعش عام والولد هذا كان لسه مهم كف في ثمانتعش عام تم تحويله إلى سجن الأحداث أحداث هاي القصة جرت في إحدى القرى التابعة لمحافظة حماه وهاي القرية على نهر العاصي والمعروف في هاي القرى اللي واقعة على نهر العاصي هاي القرى غالبية سكانها يعملون بالزراعة ومصدر المياه لهم إما بعض الأبار اللي يحفرونها بأعماق بسيطة يعني ما يحفرون شثير عشر خمسطعش متر بتشثير تطلع لهم المي ويزقون مزروعاتهم والبعض منهم يكونوا مركب متور مي أو ترمبة مي على النهر مباشرة يعني بدون حفر أبار وكانت الدولة يعني تمنع هذا الأمر أنه صحب المي مباشرة من نهر العاصي حفاظا على الثروة المائية واستجرار مياه النهر كان في عائلة عائلة أبو مصعب أبو مصعب هذا عنده بستان على نهر العاصي ومثل ومثل باقي سكان هاي القرى أو سكان هاي القرية مركب له متور مي على النهر مباشرة ويزقي هالمزروعات اللي يزرعها الفليفلي والبندورة والبيتنجان وهالخضروات الصيفية كان مركب هاي طرمبة وكانوا كل يوم يطلع أبو مصعب الصبح بكير قبل طلوع الشمس على هذا البستان ويدور ترمبة المي ويبدأ بسقاية هاي المزروعات هو وابنه مصعب في يوم من الأيام كان أبو مصعب تعبان شوي وفيق ابنه بكير مصعب وقال له روحها مصعب دورت ترمبة المي وازقيها الخضرة فعلا قام مصعب لبس وطلع بكير مع فجة الضو يعني لسه عضوها بين بين لما وصل البستان وجهلة عنده طرمبة علشان يشغلها الطرمبة قريبة جدا من حافة نهر العاصي ومصلين بربيش طويل نازل فيه المي وهذه الترمبات تأخذ هوا أحيانا يحتاج لحتى يسوي لها تنفيسة أو يعبي هذا البربيش الطويل يعبيه مي علشان يطلع المي ويسقي فيه المزرعات فلما جاء مصعب على الترمبة كانت ينفضي المي من البربيش وكان بحاجة لأنه يعبي المي فيه ويرجع يعيد يدور هذا المتور وفعلا لما بدأ يعبي كان يجيب ابدلو سطل يعبي من النهر ويعبي في هذا البربيش يتفاجأ وإلا فيه شيء مثل ثياب نسائية أو يعني على طرف المي على مسافة تبعد منه 10-15 متر والجو كان يعني لسه ما يطالع الشمس أو فج الضو مزبوط فما أخذ وأعطى زيادة بالموضوع قال لك ممكن أنه ثياب نسائية طافية على وجه المي مثلا ثياب واقع بهالنهر وطلعت على على ضفة النهر لما خلص تعباية المي هين بهالحالة يعني شق الضو شوي وصار يقدر يميز لما قرب على هذه الثياب اللي هو يعتقد أنها ثياب نسائية وإلا جثث امرأة خاف مصعب لما شاف هاي الجثة ورجع وراء وبعدين الفضول دفعه أنه ممكن أنه يتعرف على جثة هاي المرأة ممكن أنه يعرفها ممكن لما قرب على جثة خاف وما قد كان راسها يعني باتجاه الأرض بطنها باتجاه الأرض وما قدر يشوف وجهها وما يعني خاف أنه يجي يقلبها أو كذا عشان يتعرف عليها قام ترك المتور وترك الترمبة المية هذه ورجع يركض على البيت لعند أبوه ويفزع أبوه يا إبا والله شفت جثة عنده بالبستان على طرف النهر شلون ما شلون قالوا والله هذا اللي صار ما عرفته مني كذا قالوا والله ما عرفته لأنه وجه باتجاه الأرض وما سرجعت أقلبها يعني صراحة فكان التصرف من أبو مصعب ومصعب قالوا يا مصعب لازم تروح تبلغ مركز الشرطة مباشرة علشان ما نقع بسين وجيم وهذه ممكن أنها تكون جريمة قتل أو شي فإحنا مشان نكون بالسليم نبلغ رجال الأمن وفعلا يشير حاله مصعب على مركز الشرطة في المنطقة القريبة ويبلغ رجال الأمن أنه فيه جثة عثرت عليها في البستان يركبون رجال الأمن في سياراتهم ويجيبون معاهم مصعب إلى مكان الجثة لما حضروا رجال الأمن فعلا في جثة اتصلوا بالأدلة الجنائية وحضرت الأدلة الجنائية ل يعني البحث والتحقيق في لربما يكون فيها جناية فيها يعني يعني تكون جريمة قتل وبدأ رجال الأدلة الجنائية أو البحث الجنائي بتفحص الجثة ولربما يجدون عليها آثار كدمات أو ضرب أو دماء أو أي شيء ولكن الجثة ما كان عليها أي آثار إلا بعض آثار الكدمات وحل وحللوا آثار الكدمات هذه بشكل مبدئي إنها ما هي يعني مفتعلة أو إنها بيد شخص بشري يعني وإنما كان سبب هاي الكدمات سببها السقوط في النهر بسبب وجود بعض الحجارة أو بعض جدوع الأشجار على طرف النهر وتم التعرف لما أقلبوا الجثة تعرف مصعب وأبو مصعب على جثة هاي المرأة من تكون هاي المرأة قالوا هاي المرأة لامرأة في البلدة وهاي المرأة تشتغل داية وولادة تفتل على هالنساء مثل ما تعرفون في القرى والبلدات النائية هذه دائما يكون فيه هناك قابلة أو داية تولد النساء اللي تكون حالاتهم يعني مو خطيرة وما تحتاج نقل إلى مستشفى وهذه الداية ينقل لها أم حسن بعد الاستعلام عن أم حسن وعن عائلتها وشنو تسوي وين تروح وين تجي عرف رجال الأمن من خلال بعض المعلومات اللي أخذوها من مصعب ووالد مصعب إنه هذه إنها زوجة أرملة عندها شباب اثنين وبنت متزوجة في القرية والشباب هدولة اثنين واحد يخدم في الخدمة الإلزامية عسكري يعني والثاني يمسافر على أحد الدول العربية تم رفع الجثة إلى الطب الشرعي وتم أخذ مصعب وأبو مصعب إلى مركز الشرطة لأخذ أقوالهم والتحقيق معاهم وتم إخبار ابنة أم حسن اللي هي اسمها فاطمة بوفاة أمها وجود جثتها على ضفة النهر لما أخذوهم على مركز الشرطة بدأوا التحقيق مع مصعب يا مصعب أنت شلون شفت وشلون رحت وشلون جيت وشلون كذا قال والله أنا بالعادة أبوي هو اللي يروح كل يوم يدور المتور وأنا بعد شوي ألحقه ولكن هذاك اليوم كان والدي تعبان وأنا اللي جيت وأنا اللي سويت وشفت الجثة وقال له طيب شلون عرفت أنها امرأة يعني بالليل لأنه هو أول شي قال أنه اعتقدت أنها ملابس نسائية وكذا فقال أنا فكرت أنها ملابس نسائية فعلا وما أخذت وعطيت بالأمر بس لما شقت ضو شوي قربت وإلا جثة ولكن ما عرفته بالبداية ولأنه كان وجهها مقلوب وما استرجيت أني أقرب عليها وكذلك أبو مصعب كانت أقواله مطابقة المصعب أنه فعلا هذاك اليوم أنا ما قدرت أروح وراح مصعب هو اللي دورت رمبة المي جابوا فاطمة بنت أم حسن اللي هي متزوجة في نفس القرية ها يا فاطمة أمت آخر مرة شفتي والدت شنو اللي صار شنو العلاقة يعني بينت وبينها قالت والله يعني والدتي آخر مرة شفتها مبارح بالليل طلعت من عندي وبالنسبة لعلاقة والدتي معاي أو مع أخواني أو مع أهلها القرية علاقة طيبة جدا وما في أي مشاكل بينها وبين أي أحد من أبناء القرية وبالعكس كل أبناء القرية يحبون والدتي لأنها دائما تحضر لما يجونها بوقت متأخر من الليل تكون في مرأة ولادة فكانت دائما تحضر وغالبية شغلها يعني ما تأخذ أجار أو يعني ناس اللي تكون أحوالها ضعيف ما تأخذ منهم هاللي يطلع من خاطر هالناس تقبل فيه وأمي محبوبة جدا عند أبناء أهل القرية كلياتها ما قالها عدوات نهائيا زوجة شنو يشتغل قالت زوجي والله يشتغل في أحد هالمزارع استدعوا زوجها وبدأوا التحقيق معاه من خلال ضرب فيش للزوج طلع هذا الزوج عنده أسباقية وكان مسجون قبل فترة بتهمة السرقة زوج فاطمة بنت أم حسن شكوا المحققين بأنه ممكن الاحتمال يكون سبب الوفاة هذه ممكن أن يكون هو يعني وراء هذه الوفاة بالتحقيق مع زوج فاطمة قال فعلا يعني كنت من فترة أغواني الشيطان وسرقت وانحكمت وطلعت كيف علاقتك مع المغدورة أم حسن قال والله علاقتي رسمية جدا مع حماتي كيف رسمية قال يعني ما فيها ذاك المحبة الزايدة وكذا علاقة رسمية يتجي أهلا وسهلا وحياة الله يعني ما فيها تعرفون بعض الحموات يعني تكون العلاقة بينهم وبين أزواج بناتهم رسمية وبعضهم لا يعتبرونهم كالوالدة وكذا ويأخذون ويعطون معاهن ولكن كانت علاقة هذا الزوج مع حماته علاقة رسمية جدا ومثل ما قالت فاطمة أيضا بنتها قالت علاقة زوجي وأمي علاقة رسمية ما في بناتهم أخذوا عطا زيادة قال طيب أنت تقولين آخر مرة شفتيها يوم أمس واليوم أحنا وجدناها الصباح متوفية على ضفة النهر قالت طلعت من عندي في وقت متأخر لأنه أنا شنت تعبان شوي ولبينما طمنت علي تأخر الوقت وصار الوقت حوالي تقريبا اثنين ونص بالليل وكان بيتها بعيد شوي وتعرفون في القرى والمزارع هذه البيوت ما هي كلها متجمعة حوالي بعضها فكان بيت أم حسن بعيد شوي وساكن الحالها في هذا البيت ابن هذا العسكري كل فترة يروح ويجي عليها ومستقر بهالبيت وقال طلعت من عندي الساعة ثانين ونص وهذا اللي شفته وسمعته منكم ومن خلال التحقيقات كاملة مع أي شخص ممكن يشكون فيه رجال الأمن حققوا معه كل الناس ولكن ما قدروا يوصلون إلى أي نتيجة أو أي شبهة جنائية وهم منتظرين تقرير الطب الشرعي لما جاء تقرير الطب الشرعي تبين أنه أم حسن متوفية بسبب الغرق إنها غرقانة في النهار يعني والكدمات اللي على جسمها كان سببها أثناء السقوط يعني ما هي بفعل فاعل وأحتار المحققين وقالوا احتمال شبير إنها تكون ماشية وفعلا طريقها كان يعني يمر من طرف مزرعة أبو مصعب وممكن إنها تكون بهالليل تدعثرت بشي أو تعثرت يعني بعصى أو بحزر أو كذا وسقطت في هذا النهر وماتت غرقت والمشكلة إنه المنطقة اللي يعني كان فيها آآ الجثة آآ ما هي غميقة تشتير يعني هذا اللي يحير المحققين إنها ما تغرق لو إنه طفل صغير ممكن إنه يغرق بس هذا يمرأة كبيرة في منتصف الأربعينيات المهم بعد التحقيق والسؤال اسأله بنتها فاطمة طيب ما كان معاها تليفون ما كان معاها محفظة ما كان معاها شي قالت وعلن كان معاها تليفون ومعاها محفظة ولما وجدوا الجثة هذه وجدوا المحفظة قريبة منها ولكن المحفظة فاضية ما فيها شي وما فيه لا تليفون ولا شي وبحثوا في مكان المياه القريب اللي كان يعني آآ كانت واقعة فيه ما وجدوا التليفون واعتقدوا إنه المي ممكن إنها تكون اسحبة هالتليفون أثناء سقوطه ولكن ما اعتروا لا على التليفون ولا على أي شيء سوء هاي المحفظة النسائية الصغيرة وفارغة وما تم العثور على أي بصمات على هاي المحفظة النسائية أو على جسد المغدورة أم حسن لأنه كانت يعني في المي وطفت على ضفة النهر إذا كان فيه بصمات راح تكون رايحة المهم ما لكم طول السيرة وصلوا إلى نهاية التحقيق إنه هذه الوفاة الطبيعية وتم تسليم الجثة البنتها فاطمة وتم دفنها وإقامة العزاء وكانت فاطمة زعلانة جدا على أمها ومحتارة شنو اللي صار فيها يعني ممكن أن والدتها تكون وقعت وهي ماشي على طرفها النهر ولكن سلمت الأمر الله سبحانه وتعالى وقالت لك يعني قضاء وقدر واحتمال وارد وكذلك زوج البنت فاطمة كمان كان نفس الشي زعلان ويحاول يواسي فاطمة إنه خلاص يا فاطمة يعني أمر الله صار وكل أهل هالقرية الزعلانين على أم حسن الداية الطيبة الحنونة اللي مولدة نص نصوان هاي القرية المهم خلاص العزاء ومر أول أسبوع وثاني أسبوع ومر أول شهر والشهر الثاني يجي أحد الأشخاص على محل لبيع الجوالات في هاي البلدة وهاي البلدة كانت يعني نقدر نقول إنها مركز لبعض القرى المحيطة بها جي هذا الشخص على دراجة نارية وعنده جوال للبيع دخل على المحل الجوالاتها وعرض الجوال للبيع شنو يسوى هذا الجوال قاله صاحب المحل يعني هذا يسوى له يعني بحدود العشر تالاف يارا سوري لا وما هذا يسوى أكثر من هيش حقه حوالي خمسطاعش عشرين ألف قال له مزبوط هذا لما يكون جديد يكون حقه هيش بس الآن يعني سعره يعني سبع تالاف ثمان تالاف انتاش حجره بعشرة وأنا صراحة إذا ودي أشتري يعني ما أشتري أكثر من ثمان تالاف صاري جادل هذا اللي ودي بيع الجوال يعني لا ممكن تزود لي شوي ممكن كذا قالوا يا أخي أنا طيب وين إكسسوارات هذا للجوال اللي هم الشاحن والكرتونة والكذا والقصص هذه يعني فقال ها والله مو موجودات عندي ودي أبيع الحال وأنا يعني قال طيب ماشي أوكي يعني أنا أدفع لك في ثمان تالاف حبل لك ألهم وسأل قال أوكي ما في مشكلة رح أبيعه ثمان تالاف اعطيني مصاري قالوا اعطيني هويتك بالأول هويتي ليش قالوا أنا ما أشتري تلفون مستعمل أو مستخدم إلا ما يعني أسجل بيانات الشخص اللي اشتريته منه قالوا ها هويتي والله مو معاي بالبيت قالوا طيب روح جيب هويتك وتعال عشان أعطيك فلوس وما في مشكلة قام هذا الشخص اركب دراجته النارية وراح يجيب بطاقته الشخصية صاحب محل الجوالات اشتبه بهذا الجوال أنه يعني ليش ودي يبيعه بهذا السعر الرخيص رغم أنه جوال نظيف جدا وما صاروا زمان مستخدم يعني شثير جوال نظيف ويسوى فوق الخمسة عشر ألف ليش يعني ودي يبيعه بهذا السعر وأصحاب محلات الجوالات تجيوهم شثير من الجوالات المسروقة أو كذا قام اتصل برجال الأمن في المنطقة وبلغهم أنه في شخص مشتبه فيه وجايب لي جوال ودي يبيعه بسعر رخيص جدا وحبيت أبلغ قال طيب حاول أنك اتلهيه شوي لبينه ما نوصل وفعلا راح هذا الشخص يعني ما في ربع ساعة راح على بيته وكان بيته في أحد القرى المجاور لهاي البلدة راح جاب بطاقته الشخصية يوجه على المحل وقاعد هذا الشخص آآ صاحب محلات جوالات آآ يدل له الفلوس ويتفحص الجوال على أساسي اللي هي لبينه ما يوصل رجال الأمن وفعلا يدخل رجال الأمن على المحل ويلقون القبل على هذا الشخص امسكوه وخذوه وخذوه على مركز الشرطة منين هذا الجوال منين جبته منين كذا قال ها والله لقيته وين لقيته قال والله لقيته على ضفة النهر وين يعني بأي مكان قال ها والله بالمنطقة الفلانية كذا قامت ما قامت حسوا بعلمات الارتباك الشديد على وجه هذا الشخص وبدأوا يضغطون عليه ومن خلال المعلومات اللي شاروا ماخذينها في البداية من فاطمة اللي هي بنت أم حسن كان عندهم معلومات عن هذا الجوال واسمه وماركته وكان هذا الجوال مطابق للمواصفات مواصفات جوال أم حسن وشكوا المحققين إلى درجة كبيرة أنه هذا الشخص هو ممكن يكون هو اللي متسبب بوفاة أم حسن وبدأوا يضغطون عليه ووجهوا له اتهام بقتل أم حسن أو رميها بالنهر تفاجأ بيعني وما كان متوقع أنه حدا يعرف بشيء قام اعترف بالجريمة شنو مسوي هذا ومنين هذا الشخص هذا الشخص اسمه أحمد من أحد القرى المجاورة للقرية هذه اللي مقيمة فيها أم حسن وكان بهذاك اليوم يسهر عند أحد أصدقائه في القرية وطلع بوقت متأخر من الليل وهو ماشي بالدراجة النارية بجانب النهر يشوف أم حسن وطبعا هو ما يعرف أم حسن بس لما شاف هاي المرأة وانها مبينة من بعيد يعني على ضوه هاي الدراجة النارية انها صبية ما هي شبيرة وفعلا كان كانت أم حسن كان جسمها يوحي من بعيد انها يعني صبية بالعشرينات ما هي عمرها خمسة واربعين سنة لما قرب لعندها وقف بالدراجة النارية ونزل ووقفت هنا أم حسن وقالها أعطيني إثباتاتك الشخصية معات من رجال الأمن قامت هنا أم حسن خافت وقالت لك يعني ما في مشكلة بس خير شوفي أنا ما نمساوي شي قالها والدش نمعطيني إثباتاتك الشخصية جاعد ساويني بهالليلة هنا انت طالع فعلا فتحت المحفوظة هذه وقاعدة أطلع هويتها وشاف بهاي المحفوظة النسائية الصغيرة مبلغ من المال وشاف في الجوال ماسكتوا مع المحفوظة بها اللحظات هذه هو مو لا من رجال الأمن ولا شيء انت حرصفة رجال الأمن وبدأ يمد يده على مناطق حساسة في جسم أم حسن بقصد الاعتداء عليها أم حسن لاحظت هذا الأمر وبدأت تدافع النفس وعرفت انه هذا الشخص ما هو رجال الأمن أو كذا بدأت تصرخ وبدأت تصيح شنو سوى هذا أحمد هذا الشخص حط ايده على اثمها علشان ما تفزع أصحاب هالمزار لأنه صوت الليل يودي وخصوصا في المناطق هذه اللي هي النهر والنهر هذا صار المجرى تبعه في منطقة منخفضة والصوت يصوي السادة بالليل وتجو رطب جدا فخاف من أنه يسمعها أصحاب البيوت القريبة ويفزعون عليه قام حط ايده على الأثمها وبدأت تصرخ وتحاول تدافع النفس بشتى الوسائل وقع منها الجوال وقعت المحفظة ولكن ما قدر يكتم صوتها بشكل كامل كل شوي يطلع لها صوت وما خلط أنه يقدر يعني يعتدي عليها ولكن بسبب يعني ما شاء الله جسمها كان بني جسمها قوية وحاولت أنها يعني منحلات الروح وغلات الشرف عليها أنها ما تخلي هذا شخص يعتدي عليها يقوم كان النهر قريب جدا هم على حافة النهر ويزد حاله وياها بالمي ويصير يمسك راسها ويغطس بالمي إلى أن غرقت وتوفيت وتأكد منها وخلاها على طرف النهر بالمي يعني جثتها ملقية على طرف النهر ولكن يعني بالمي وقام طلع وفتح المحفظ النسائية ولقى فيها مبلغ من المال حوالي شم ألف ليرة سوري وأخذ الجوال هذا وركب دراجة النارية وهرب سجلوا الاعترافات هذه للمجرم هذا أحمد وتم إرسال الجوال إلى الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي وفعلا رفعوا البصمات عنه وتم العثور على بصمات المرحوم وأم حسن على هذا الجوال لقوا أثر لبصماتها على الجوال وبعد اعتراف هذا أحمد مثل الجريمة في موقعها وتم تقديمه للمحاكمة أو بعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالإعدام شنقن حتى الموت لثلاث قضايا القتل ومحاولة هتك عرض والسلب بالقوة ترجمة نانسي قنقر